الحقيقة يعني ان انا مش عارف اللي بيحصل. لما كانت القائمة مكتملة بتاعت منتخب مصر. بكون نتب نقدم افضل اداء لنا. فبنفسر صلاح اللي مهما افتلفنا معاه. فهو لعب اكيد مؤسر من افضل الاجناحة في العالم. بعد جدا بنفسر الشناو اربع شهور. حارس كبير عملاق. فيه جاب كبير جيت دبينه بين اللي وراه على طول. فالموضوع بقى صعب على ابو جبل او صبحي او حتى الشناوي احمد اللي انت ضمته اصلا وهو مصاب ومش عارف ازاي وليه. ولكن مش موضوع امبرح بقى امام عسور بيتصاف في التدريبات بعد تدخل عنيف مع احد اللي عبيل. وبيقع على الارض ويتدخل جئاز الطبي. وبيتم نقل امام عسور الى المستشفى. واليشعر الاولية بتقول انه جاله ارتجاب في المخ. ربنا يا ربي اوما بالسلام يا امام. هو تحت الملاحزة اربعة وعشرين ساعة. وبازن الله هيكون كويس. وهيكون بخير. وهيقوم اقوى. وهيقوم اقوى. وهنقول دعين يا سيدي وان شاء الله بازن الله تعود اقوى. وتكمل تألوجة في البطولة اللي العالم كله بيتكلم عندك فيها. تفتح تويتر تلاقي الناس كلها بتتكلم على امام عسور. تتكلم عن رجلته عن اداءه في الملعب. عن تأثيره مع متخب مصر. فانا شايف ان شاء الله بازن الله لازم كلنا تدعيله دلوقتي انه يوم بالسلامة وبيزن الله كن بخير. نرجع بقى الموضوعنا الاولاني بتاع الشلناوي. طبعا نصابة الشلناوي اربعة شهور. ودي كبيرة جدا. وبعد انتهاء كاس الامن. طبعا كل اللي عابة ترجع الاهلي. ولكن بدون الشلناوي اللعب المؤثر القاهد الكبير جدا. اللي عنده تاريخ الكبير مع النادي الاهلي وتأثيره واضح. فدلوقتي النادي الاهلي تم عرضه على مرسل كولر اتنين حراس. وقال له عاوز شبيري كامبل وحمزة بديله واللي عاوز تتعاقد مع حارس. فكولر اختار ان يتعاقد مع حارس. في تلات حراس ما تروحين دلوقتي بقوة. في اتنين منهم الاقرب للنادي الاهلي. رقم واحد ابو جبل الحارس الكبير اللي قدم مستوى ممتاز في كاس الامن الاخيرة ولكن اخر المسلمين ما قدتش افضل حدا عنده. لما تقلق في كاس الامن الاخير رجع م مغرور بيدور على العرض كبير مش من الزمالك راح مدر للنصر وعمل مشكلة وفي الاخر راح البنك الاعلي. وبقال له مسلمين البنك الاعلي بيصار على الهبوط. فده ان دل على شيء يدل ان ابو جبل ما بيقدمش افضل لاداع عنده. فيه ابطل من ست مدفعين يتغيروا عليه ولكن المشكلة فيه هو مش بيقدم افضل حاجة مستوياته مش كبيرة. فانا شايف انه مش مناسب وعقليته مش مناسبة لنادي الاهلي لشكل كبير. انا شايف ان ابو جبل اه فنيا هو حارس كبير حارس كواس جدا ولكن عقليا. والاداة بتاع الفني ما يقهلوش للنادي الاهلي تماما. اللعب التاني او الحارس التاني هو محمد بسام اللي عنده تاريخ كبير. صاحب الميت كلينشيت في الدور المصري بعيد عن الاهل والزمالك. وما حدش عملها في التاريخ زيره. فدي حاجة صعبة جدا. محمد بسام اللعب المكتعد اللي اخد خمس مواسم عنده سباك كبير في المستوى. سواء مع طلع الجيش او حتى مع سراميكا. لعب مؤثر مع اي فريق بيلعب فيه. دايما انظر في المباريات الكبيرة بيقدم مست اكتر من ابو جبل. فانا شايف لو هيتم التعاقد مع حارس مرمى. اكيد هيكون محمد بسام عارف انه عنده تلاتة وتلاتين سنة ولكن لو هجيب حارس صغير فالاولة او حتى حمزة علاء. ولكن دلوقتي انت عايز حارس خبرة اكتر وجاهز للنادي الاعلي. فلو حد جاهز ومناسب جدا وفنيا عالي ومقدم مستويات كبيرة فهو هيكون محمد بسام ولاعب مناسب جدا للنادي الاعلي واهلاوي ودي اهم حاجة. وانا بقول لك اذا انضمن الاعلي بازن الله هيضألك بشكل كبير. ولكن في تفصيلة صغيرة هيتم التعاقد مع حارس مرمى ست شهور فقط بحد اقصى موسم. لان النادي الاعلي مش هيفرط في الشناو تماما والشناو اللي هيرجع ويحرص مرمى النادي الاعلي لانه حارس كبير حارس عمل كتير للنادي الاعلي ومستحيل الاصابة تبعده تماما عن الملاعب وان شاء الله هيرجع اقوى. فانا شايف ان لو هيتم التعاقد مع لعب ست شهور فهيكون بسام علشان تبروز مسيرته لانه يستهل ده. ولان البلان ده ممتاز جدا. اللي عمله ريال المدريد مع كورتوا بعد ما اصاب بصليبي. تم التعاقد مع كيبة. وحاليا كيبة بيقدم مستويات كويسة ولكن لما يرجع كورتوا هو اللي هيكون حارس مرمى ريال المدريد الاساسي. فاتمنى ده اللي هيحصل برضو. فالنادي الاعلي اختار افضل حل حاليا وان شاء الله يكون اضافة. اخيرا اتمنى الشفاء لما معشور بازن الله يكون كويس. واتمنى ان الشناو يرجع اقوى. واتمنى لو يتم التعاقد مع حارس مرمى يقوم محمد بسان. وبالمناسبة يعني البلعوتي برضو مرشح. ول لكن مستبعدنا تماما لان امبي بتسيب اللاعب بمئة مليون تحس اللي هو بيلعب في الدور الاسباني مسلا. عموما هستنى الكومنت بتاعك وتقول لوجهة نظرك وكل الموادية اللي انا عرضته عليك النهاردة. واخيرا اتمنى من الاعطاة في الحلقة يا ريت توحد الله لا اله الا الله. وتصال على سيدنا محمد. عليها اوضل الصلاة والسلام. واعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. ولما تابعنا على فيسبوك على الصفحة اللي اسمها توفان اهلاوي. اعمل لايك وفولو. نتقابل بخير يا حبيب. صلاة والسلام.